في محورنا الثاني حديثنا حول الكارك واليوم نحيي الذكر الأولى لأحداث الكارك المؤلمة التي حاول الإرهاب فيها ضرب أمن واستقرار الوطن لكنها وحدت الأردنينا جميعا ونحن نمنع أي محاولة جبانا بتوحدنا وتماسكنا من اقتحام الأمن والسيادة الأردنية الحقيقة لأن الموضوع عن الكارك فالأولى أن نسمع من الكارك نفسها ومن قلب الكارك فأنتقل مباشرة إلى مراسلنا هناك محمد كفاوين محمد الكريم لك اليوم نقف بجوار قلعة الكارك اليوم نقف بجوار قلعة الكارك وساحتها المجبولة بدم الشهداء والتضحيات التي قدم فيها رجال الأمن العام بمختلف مسمياتهم والمواطنين أربع التضحيات والبطولات سطروها على أسوار قلعة الكارك دفاعا عن دينهم وعن وطنهم وعن الأردن اليوم جرى إضاءة قلعة الكارك بالعلم الأردني وعلم الثورة العربية الكبرى تكريما للشهداء ولذويهم الذين قضوا بالدفاع عن وطنهم وعن دينهم تم إضاءة القلعة وأسوارها ومداخلها جميعها لتكريما للشهداء تكريما لما قاموا به تكريما لذويهم وللحديث أكثر عن أحداث قلعة الكارك التي تكمل اليوم سنتها الأولى ينضم لنا شقيق الشهيد العقيد السائد المعيطة الأستاذ صفوان المعيطة الله يعافيكم أساء الله خير الله يسعدك تحدثنا رسالة توجهها بداية ماذا تقول في السنوية الأولى لاستشهاد سائد المعيطة ورفقائه من السلاح وزيارة جلالة الملك اليوم لمسقط رأس الشهيد المعيطة إن هذه اللفتة الملكية لزيارة قرية الشهيد العقيد الركن سادة المعيطة التي تحتضن ثرى الشهيد ما هي إلا رسالة ملكية واضحة إلى تقديرا إلى عطاء هذا الشهداء وللتمسك بتضحياتهم وما قدموه إلى هذا الوطن في هذا اليوم المؤلم نتذكر بفرح تضحية هؤلاء الأبطال الشهداء وما قدموه من أجل الوطن في هذا اليوم المؤلم نستذكر بفرح ما قدموه ماذا صنعوا إلى الأبطال في هذه اللحظات يعني تاريخ الذكرى هي 18-12-2016 كان في هذه الأحداث في هذه اللحظة في داخل هذه القلعة العقيد الركن سادة المعيطة ورفاقه الشهداء يبحثون عن هؤلاء الإرهابيين داخل هذه القلعة والحمد لله رب العالمين أنه تم تطهير هذه القلعة من هذه الثلة الإرهابية أن موت الأبطال دون الوطن شرف وأن موت الأبطال في سبيل الله هو شرف وهذه أكثر غاية يعني لا ينالها إلا ذو حظا عظيم الشهادة في سبيل الله دفاعا عن الوطن ماذا توجه رسالة للأردنيين في الذكرى الأولى لأحداث الكرك؟ الحفاظ على هذا الوطن وأن هذا الوطن بحاجة أنه في أي لحظة يحتاج إلى الرجال سوف يكون صفا واحدا فبعد أحداث القلعة نشاهد أنه زاد الترابط بيننا وبين الجيش ونشاهدنا اللحمة اللي صارت بين المواطنين في قلعة الكرك في أحداث السنة الماضية الترابط بين الأخوان المدنيين والأسكريين في الدفاع عن الكرك وعن القلعة كاملة فما زادت إلا لحمة فالدفاعنا على الوطن في هذه الظروف اللي بتمر علينا الأحداث في تاريخ 18-12-2017 نستذكر ماذا يحدث في القدس وفي الأقصى الشريف والقرار الذي صار بالنسبة للقدس الشريف فإن الكرك لا تخير على القدس فالدفاع عن الكرك يعني يوازي الدفاع عن القدس الآن شكرا لك ورحم الله الشهداء الوطن طبعا أيضا للحديث عن أحداث الكرك ومرور العام الأول عليها كان لابد من اللقاء بالأخ الحجران الذي كان شهدا على أحداث الكرك الأستاذ خرف الحجران الذي كان شهدا على أحداث الكرك وأصيب أيضا داخل أسوار القلعة حينما كان يسعف رجال الأجهزة الأمنية داخل محيط قلعة الكرك إبانا الأحداث ينضم علينا الآن أستاذ خرف الحجران أحد الشاهدين على هذه الأحداث ليحدثنا ماذا يقول في سنوية أحداث الكرك وماذا شاهد أو ماذا شهد أثناء الأحداث سيد بسم الله الرحمن الرحيم الله يرحم شهداء الوطن جميعا وكان يوم مؤلم 18-12 طبعا يوم عصيب على جميع الأردنيين حيث كنتنا في منزلي قرب من القلعة بداية سمعنا إطلاق النار كثيف تبادل إطلاق النار بين الإرهابين وإخواننا رجال الأمن وخرجنا من منازلنا فزعة ونخوة لرجال الأمن وحين وصولنا منعونا رجال الأمن من اقتراب بس صرينا أن نوقف معهم يد يد باليد معهم والأسف أول جثة التقت بها هي الكندية أخليناها من المكان ثم دخلنا القلعة وأخلينا الأجانب والأخواننا العرب موجودين بشكل عام وطبعا مع إطلاق نيرة عيارات نارية بكثافة من جهة الإرهابيين وأخواننا الرجال الأمن لأسف استشهد أول رجل الأمن عام كان إنه فاجعة مش متعودين على المشهد للدم وثم استشهد الثاني ثم الثالث وتقريبا تبادل إطلاق النار استمر الساعة قبل إصابة الساعة أربعة إلا تقريبا العصر وكان في شب على الجسر على بوابة القلعة بقاوم الرجال هذا بقاوم الإرهابيين في جهده وفي شجاعته طبعا بعد الحين اكتشفت أنه منا كراكي إصابته جت بليغة أيضا تم إسعافه أثناء حمله جتني طلق الناري جنب قلبي 2 سانتي وخرجت من ظهري جنب عمود الفقري سيدي كانت لحظات مؤلمة لغاية اللحظة هي مضى عام عليها بس للأسف لن ننساها ونفس الوقت نفتخر بها أنه الشعب وقف مع الرجال الأمن إيد واحدة وطبعا شعارنا دائما الله ثم الوطن ثم الملك ثم الشعب الطيب الحمد لله وأشكركم على اللقاء من مرح حر قناة الرؤية وأرجو أناشد جلالة ملك نفسي عقابله كل شكر إليك يا سيد نعم زميل محمد كما أسلفت قلعة الكرك قلعة صلاح الدين قلعة المجد والعز متوشح الآن بالعلم الأردني وعلم الثورة العربية الكبرى القلعة هي عروس الكرك وستظل حصنا منيعا بوجه جميع الجماعات والشردمات الإرهابية العودة لك زميل محمد في الاستوديو أشكرك كل الشكر مرسلنا محمد داريك فوين فاصل ومن ثم نبدأ وحوارنا من محوارنا الثاني القلعة موسيقى 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 بهذه الصور المباشرة من الكرك وتعديدا أني قلعت الكرك القلعة الصامدة ما عليك أبدأ منك الحقيقة هنا سنة على أحداث الكرك ماذا يمكن أن نقول اليوم يعني نحن في رحاب الشهداء اليوم وفي رحاب قلعة الكرك بس بحب أقول أنه مثل ما ذكرت سيد فحمد واحدة من أو حملة تحرير القدس خرجت من هذه المدينة ومن هذه القلعة مفارقة الجميلة في الأقصى وأنت نازل من القبة من الصخرة باتجاه الأقصى باتجاه الحرام على إيدك اليسار في مصطبة اسمها مصطبة الكرك لليوم اسم تاريخي نعم فسألتم شو قالوا في أكثر من رواية لكن واحدة من الروايات أنه عندما تم تحرير القدس من الكرك جلسوا القادة في تلك النقطة يعني للحديث عن الانتصار فسميت مصطبة الكرك فإحنا اليوم في القدس والكرك عنوان الندوة لليوم نعم في شك أنه يعني تحيي لشهداءنا وأبطالنا وعلى رأسهم البطل سائد المعايطة نعم وشهداء الإرهاب الذين يعني يحمل أردن بدماؤهم في إربد وفي البقعة وفي الركبان وفي الفنادق وآخرها كانت في الكرك أنا بأتقد أنه وليس اعتقاد بل جزم أن الأردنيين بكامل الجاهزية دائما للدفاع عن الأردن وللدفاع عن فلسطين وهذا التاريخ الأردني معمد بالشهداء منذ أن كانت الدولة وكانت فلسطين ومنذ أن كانت الدولة وكان هناك أمن يدعى الأمن الوطني الأردني والأمن الوطني العربي دائما الأردنيين جنود ومشاريع شهداء الكرك واحدة من حلقات التآمر من حلقات الإرهاب البشع اللي استهدى في الدولة الأردنية ما يطم أنه هذا الدم الزكي اللي مثل ما قال مراسلكه في الكرك المجبول اليوم في تراب وفي أسوارها هذا الدم هو على جاهزية أن يحمل أردن دائما وأنا بعتقد سيد خالي أن الأجهزة الأمنية الأردنية وأن القوات المسلحة تقوم اليوم بدور استثنائي بكل ما تعني الكلمة يعني استمعت أنا لحديث من رسمي من مستويات أمنية عالية من أسبوعين وشرح لنا ما هو الدور اللي الأردنيين مش حاسين فيه يعتقد البعض لما تسولف عن قصة الأمن والأمان نقول لك يا أخي هل أكتونا فيها الأمن والأمان وكأن الأمن والأمان للأردن قد جاء صدفة الأمن والأمان في الدولة الأردنية مش صدفة في عين العاصف الأردن بإقليم ملتهب الأردن عواصف ورياح سوداء من كل الاتجاهات فكرية وعسكرية ورصاص نعم ومع ذلك هذه الدولة آمنة ومواطنيها آمنين لأن لدينا جهاز أمني وقوات مسلحة يقضى بكل ما تعني القلم يقضى وحرفية وساهرة يعني قد يعلن عن بعض العمليات مخابرات أعلنوا من أسبوعين عن عملية وكذا أنا أؤكد لك أنه كل شهر ربما هناك عملية تحفظ في الدولة الأردنية ما لا يعلن أكثر بكثير الذي يعلن قليل جدا مقارنة بالذي يتعرض له الأمن الوطني الأردني أنا في هذا المقام بدي وإحنا في الجمعية الأردنية علوم الثقافة يعني حتى يكون موقفنا من الشهداء مش بس لفظي الشهداء في وراهم أسر وعائلات صحيح الدولة ما بتقصر بحقوق الشهيد ولكن بدنا نقترح إحنا في الجمعية الأردنية علوم الثقافة مع الخيرين ومع المؤسسات الاقتصادية والمتمولين عمل صندوق شعبي لدعم الشهداء وذعهم ما بجوز إحنا نظل في اللفظ إحنا لا ما بنعرف كيف عائلات الشهداء بتعيش شهداء وأنا أتحدث مش عن شهداء القلعة ولا عن شهداء أتحدث عن شهداء الأردن من لهم من فق من الشهيد ومن وراء الشهيد كيف نقلي يعيش بصورة كريمة نعم وما يقولوا لو ما استشهد كانت أمورنا أحسن في لحظة معينة يعني أنا بدي أقترح عبر نبض البلد وعبر رؤية أن يستجيب القطاع الخاص والمتمولين وغرف التجارة والصناعة إلى مبادرة الجمعية الأردنية للعلوم الثقافة اللي رح نطلحها قريباً بصندوق شعبي لمساندة وداعاً ذوي الشهداء نعمل ذلك منهم جميعاً دكتور فياض سنة وهل تسفدنا من الدروس والعبر من هذه الحاجثة حاجثة الكرك التي صمدنا فيها جميعاً ووقفنا جميعاً صفاً واحداً خلف الكرك وقلعة الكرك وخلف الأجهزة الأمنية يا سيدي نترحم أيضاً على أرواح الشهداء في قلعة الكرك والشهداء اللي قدموا أرواحهم في كثير من الحالات اللي استهدف فيها من هذا البلد والأردن موجود الآن في منطقة زي ما احنا شايفين يعني ملتهبة دول لها تواريخ قديمة دول لها حضارات زي العراق زي سورية ومع ذلك يعني الآن خطرقت حتى الآن شقنا في مصر كمان وفي مصر وفي اليمن نعم واليمن والآن احنا بنشوف هذا البلد ما صمد هيك يعني ما في صدف في انه بلد يبقى آمن اليوم انت بأي ساعة نص الليل اي سيدة تمشي بالشارع في أمان نعم هذا جزء من من الضريبة الدم الذي يقدم من قبل هذا الشهداء الأردن مستهدف الأردن عنده رسالة احنا أول شهيد منذ تأسيس الملك الملك المؤسس نعم الملك المؤسس فاحنا دايدن الأردن من البداية انه عنده أبناء مخلصين بدافعوا عن الأردن بقدموا الغالي والرخيص زائد انا بعتقد بتقول لي انت ماذا استفدنا المواطن الآن أصبح يعني كل مواطن منا هو رجل أمن أنت بتشعر الآن أنه الشعب الأردني وصل إلى مرحلة من يعني الحس الأمني موجود أنا معك الجيش الأردني على الحدود قبل فترة كانت إحدى الدول كاتبة جارمة أنه يمنع دفن اللاجئين السوريين بينما إحنا جيشنا بشيل كبار السن على كتفه وأطفال ويدخلهم ويعطيهم يعني الأكل والمسكن والآخرين ويتعرض يوميا يتعرض يوميا لمحاولة اختراقات يتعرض يوميا الأمور مش يعني مريح على الحدود لكن هذا الجيش العسكري هذا اللي واقف 12 ساعة ممكن يوقف في ظروف الله أعلم شو هي صيفا وشتاء عنهم اللحظة الآن أيضا الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالأردن أكيد الناس المواطن نايم بيته يفكر أنه ببساطة لا في نظام في جهد في نظام أمني موجود بالبلد نعم لكن أيضا المواطن أنا بعتقد أنه أصبح رضيف هؤلاء الناس اللي قدموا أنفسهم وأنا بأيد أنه أيضا صحيح قوانين الدولة وأنظمتها تعطي وتمنح حقوق للشهيد ولا أبناء الشهداء بما فيه تعليم المجاني بما فيه أمور كثيرة لكن كمان إحنا زي ما تفضل معي مش غلط إحنا على المستوى الشعبي إنسى الرسمي الرسمي بغطيه ابن الشهيد يتمتع عنده راتب بيجي أيضا دراسة مجانية في الجامعات لكن بدنا يعيش على ناحه لكن بدنا هذا إنسان والده قدم روحه طبعا فما مصير أنا أتركه لكن اللي بدي أحكيه إنه أيضا إحنا ما بدنا نغيب إنه والله هذا البلد مش مستهدف البلد مستهدف اقتصادية ومستهدف أمنية و المواطن الأردني واعي لهذا الشيء مواطن الأردني واعي إحنا بنلفت نظر الحكومات على إنه يكون يعني السياسات بتكون بطريقة كمان تحافظ على هذا المواطن صحيح يعني اليوم إحنا لما نتكلم عن الأمور نتكلم بالضغط الاقتصادي والآخري لا إحنا نتمنى يكون في عندنا وسائل لفتح استثمارات لأنه نستفيد من الوضع اللي إحنا فيه الآن قياسا مع الدول اللي حولنا يعني يجب أن يكون هذا الشيء موجود لكن بشكل عام بشكل عام أعتقد أنه تعلمنا تعلمنا من المشاكل اللي صارت في إربد المشاكل اللي صارت في البقعة اللي في الكرك تعلمنا والمواطن أصبح الآن عينه فاتحة ويشوف وبتوقع وهو غفير الحقيقة لكل ما يمكن أنه يمس البلد وأمن البلد وأعتقد أيضا أنه كلنا مؤمنين بأنه لدينا أجهزة أمنية واعية ومحترفة على مستوى العالم مش على مستوى الأردن وينظر إلها بالإحترام نعم في كل دول العالم ما في دول في العالم الآن أجهزتنا بتدرب في كل دول العالم جيشنا بيدرب الحمد لله بلد بحجم بعض الورد لكن بلد بلد عنده هذه الإمكانيات لما تنظر أنت على الإمكانيات الاقتصادية للبلد بتقول يعني معجزة طبعا على رأس هذا كله قيادة قيادة واعدة والقيادة هذه أصلا يعني اليوم نحن نرى الإصائل على المستوى الدبلوماسي جلالة الملك وقام بكل هذا الجهد حرك المياه الساكنة في الوطن العربي وفي الوطن الإسلامي وفي العالم والعالم يحترمنا ويحترم جهود جلالة الملك وزي ما حكينا قبل شوي بشكره في مجلس الأمن فإحنا الحقيقة يعني بقول أنه حادثة الكرك ومرور سنة على هذه علمتنا أنه لازم نكون إحنا فتحين عيوننا علمتنا أنه إحنا بلدنا مستهدف لأنه بلدنا له رسالة في دول ما عندها حتى هدف أو رسالة الأردن وجوده بجانب الأراضي المقدسة الأردن عنده وصاية على الأماكن المقدسة ماذا؟ الأردن عنده وصاية هذه الوصاية أصلا ليس فقط كلام نعم يعني الوصاية هذه موجودة حتى في معاهدة السلام علينا الكثير الكثير من في معاهدة السلام في المادة التاسعة موجودة لدينا كثير من الهم ولدينا كثير من الحمل الذي يجب أن نكون على قدره بسالة أخيرة بسالة أخيرة ومختصرة الأردنيون اليوم بكافة مكوناتهم الثقافية وانتماءاتهم على اختلافه يتحدوا ويتماهوا وراء قيادة جلالة الملك لأن الأردن في هذه المرحلة كما ذكرت وفي زمن المصالح يغلب المبادئ على المصالح نعم هذه النقطة تحتاج بتقديري أن نترجم الشعار الذي طرحه جلالة الملك الاعتماد على الذات إلى برامج وهذا الأمر وهذه دعوة للحكومة من خلال نفض البلد أن توسع دائرة المشاركة لبلورة برنامج اسمه برنامج الاعتماد على الذات نعم أنا أعتقد أن السياسات المطروحة الآن بالبعد الاقتصادي والاجتماعي سياسات رتيبة وتقليدية لا ترتقي إلى مستوى هذا الشعار نحن نريد توسيع دائرة الحوار لبلورة برنامج اسمه برنامج الاعتماد على ذات نحن نريد أن نكون قادرين حقيقة على أن نتعامل جميعا كل الدولة الأردنية بكل مكوناتها وأقول كلمة أخيرة بأن القوي في الداخل هو قوي الخارج نحتاج جميعا إلى خطة محكمة حتى نستطيع أن نتعامل مع مهوة قادم دوفي الكرام بدي أشكركم زيل الشكر ووقتي انتهى وبرنامجنا إلى هذه الليلة انتهى مشاهدين إلى هنا كون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض بلد رؤية كما عايتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم وإليكم نختم حلقتنا الليلة من الكرك ومن قلعتها الصاملة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفوش